اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن الجيش الروسي عن نيته لنشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية على طول منطقتين يشملهما خفض التصعيد جنوب غربي سوريا في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق لمراقبة التزام الهدن واقمت الشرطة العسكرية الروسية مركز تدقيق وعشرة مراكز مراقبة على طول حدود منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا اضافة الى مركزي تدقيق واربعة مراكز مراقبة في الغوطة الشرقية يذكر ان الطائرات الحربية الروسية شنت اكثر من ستين ضربة جوية على قرى وبلدات في ريف الرقى الشرقي مخلفة قتلى وجرحى شنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الماضية اعنف قصف جوي ضد اهداف ومواقع عسكرية واثكنات لميليشيات الحوثي في امانة العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران شمال اليمن حيث افادت مصادر محلية في صنعاء ان معسكرا تابعا للامن القومي في ضاحية صرف شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء تعرض للقصف بخمس قارات فجرا انقذت البحرية الليبية قرابة ثلاثمائة مهاجر على الاقل قبالة السواحل الغربية لليبيا واعادتهم الى البر اذ كانوا يحاولون الوصول الى اوروبا بحرا وكان من ضمن المهاجرين على متن الزورق الذي رصد امرأتين واربعة اطفال على بعد حوالي سبعة اميال بحرية قبالة مدينة صبراطة وقال ان المهاجرين ثلاثمائة كانوا يستقلون زورقا مطاطيا اصيب محركه بعطل واخذ يغرق اتهمت الامم المتحدة استراليا بالتراجع عن اتفاق باعتماد موقف اقل تشدد حيال طالبي اللجوء وسمح باعادة توطين عدد ممن ارسلتهم الى مراقز احتجاز خارج اراضيها قال المفوض الاعلى للامم المتحدة لشؤون اللاجئين قال ان استراليا كانت توافقت في اتفاق موقع مع واشنطن في 22 نوفمبر الماضي على ان تستقبل الولايات المتحدة عددا ممن تحتجزهم استراليا في مراقز اللاجئين في المحيط الهادئ مقابل السماح بدخول قسم ممن لديهم روابط اسرية في استراليا بدأت السلطات النمساوية البحث عن رجلين يشتبه بانهما يحضران لهجوم بقنبلة وذلك بعد ان سمعهما بعض الاشخاص في متر الانفاق في العاصمة فيينا وهما يتحدثان باللغة العربية عن تفجير قنبلة شرق المئات في العاصمة الارمينية ييريفان في حرب مائية حيث قاموا برش بعضهم بالماء في اطالة الاحتفالات بمهرجان فيردفار الصيفي وشارك رجال الاطفاء ايضا بالمرحيث قاموا برش الناس بالماء من خراطيم سيارات الاطفاء الى اللقاء اشتركوا في القناة